اشتركوا في القناة وقد اكتشفوا وصلة كمومية تحققوا الربط بين الاجهزة الكمومية دعونا نتابع هذا الخبر ضمن المقال التالي تشغل الوصلات في الدارات الالكترونية وهي عبارة عن احد العناصر الفعالة والمغمرة في التقانات المعصرة وتتكون من سلك او مجموعة اسلاكا تربط بين المنظومات الالكترونية معظم مساحة الشرائح السليكونية التقليدية المطبوعة عليها مما يحد من سرعة وكفاءة نقل المعلومات عبرها وهو ما يشكل العمل الاكبر لتحديد اداء المنظومات الحاسوبية هذا الامر دفع فريقا دوليا من الفيزيائيين والمهندسين الابتكار جيلا جديد من الوصلات تحقق الربط بين الاجهزة الكمومية بطريقة تنقل التشابك فيما بينها والتي يمكن ان تكون العمون الفقري لالات معالجة المعلومات المستقبلية واحد من اكثر الاشكال الوعدة هو الحوسبة الكمومية والتقانات الكمومية المختلفة المتعلقة بها مثل الاتصالات الكمومية والترميز الكمومية وعلم القياسات الكمومية وغيرها فقد نجح الفيزيائيون في التقدم بخطوات واسعة في بناء جهاز يهدف لاثبات امكانية استثمار قوانين الفيزيائي الكمومية للقيام باعمال ما كان لها ان تكون ممكنة في الميكانيك التقليدي الصرف الكلاسيكي ومع هذا بقيت معضلة بارزة دون حل فهذه الاجهزة لا يمكنها الا ان تعمل مستقلة عن بعضها البعض فما من احدين لديه طريقة مثلة لربطها معا بشكل فعال اليوم تبدل الحال ويعود الفضل الى العمل الذي انجزه مارك تومسون من جامعة بريستول في المملكة المتحدة مع عدد من الاصدقاء حول العالم فقد اتم هؤلاء الشباب بناء اختبار وصلة كمومية يمكنها ربط رقاقات سلكونية فتونية وتستطيع نقطة الفتونات بل وحتى التشابك فيما بينها تعد الوصلة الكمومية مسألة مربكة بسبب الطبيعة الهشة للتشابك وهو الطريقة الغريبة لتتبادل عبرها جسريمات الكمومية الحالة نفسها حتى وان كانت متباعدة فحالة التشابك هذه غية في الهشاشة فهي تختفي لمجرد حدوث عطسة بالجوار لهذا فإن على الوسطة الكمومية أن تحافظ على التشابك أثناء التنقل من مكان لآخر وقد تمكن تومبسون وزملائه من القيام بهذا باستخدامهم ليفا نوئيا بسيطا وحيلة كمومية ذكية فللرقاقات السليكونية من بعاني الفتونات التي تنتقل عبر القنوات الفتونات المتداخلة وعندما تلتقي الفتونات في منطقة التداخل تصبح من الشبكة ومن ثم تنقل هذا التشابك عبر مسارين منفصلين خلال الجهاز القاعدة التي تتبعها الوسطة الكمومية تنحصر في نقل الفتونات من رقاقة إلى رقاقة أخرى حيث تسترد تشابكها المرمز بالمسار لكن السؤال هو كيف يمكن لهذا أن يحدث عندما تكون الوسطة مكونة من مسار مفرد على طول الديف نتلخص الحيلة التي أنجزها تومسون ورفاقه بتحويلهم التشابك المساري Path Integralment لنوع مختلف من التشابك وكان التحويل الذي اختاروه هو الاستعانة بالاستقطاب وتبكن من تحقيق ذلك عن طريق جعل الفتونات المتشابكة مساريا تتداخل مع فتونات مولدة حديثا بطريقة تجعلها تستقطب هذا الأمر يجعل الفتونات الناشئة حديثا تتشابك وهي التي ستعبر اللفة الضوئي وتنتقل للرقاقة السيليكونية الفتونية التالية تمل الرقاقة التالية على عكس العملية حيث تحول الفتونات المتشابكة استقطابيا إلى فتونات متشابكة مساريا التي تتابع طريقها في الجهاز كما لو أنها جاءت من الرقاقة الأولى مماشرة نحن نعلم أن التشابك الكمومي يتميز بأخذ أكثر من حالة في الوقت ذاته على عكس الحالة التقليدية هذا الأمر يمكن أن يسبب أخطاء كبيرة عندما تتوجه هذه الحالات كمعلومات ضمن مسار الدارة الكمومية إن تولد فتونات جديدة ووصلها بدارة أخرى وتحولها بطريقة الاستقطاب إلى حالات كمومية تنتقل عبر الوصلة مرة أخرى إلى الدارة الأصلية يضمن عظم الوقوع بهذه الأخطاء أجر الفريق مجموعة من التجارب على هذا الجهاز الذي كان الهدف منه؟ إثبات الفكرة وأظهر أن التشابك يبقى محفوظا عبره فقد أبدأ أمنة كبيرة فالحفاظ على التشابك سواء في العمليات التوليد أو المداولة أم التحويل والتحويل العكسي أم التوزيع أم القياس عبر ذارتين فوتونيتين متكاملتين الأمر الذي يعني نجاح عملية الوصلة الكمومية الفوتونية المباشرة يقر فريق الفيزيائيين بأن هذه الوصلة ليست مثالية ويرون أنهم بحاجة للتقليل من الفاقد في الآلة لكنهم يرون أيضا أن كل هذا يمكن تحسنه في المستقبل من خلال تطوير بعض جوانب التصميم وبشكل عام يعتبر هذا الإنجاز خطوة كبيرة للأمام فالوصلة الكمومية هي تقنط ستتحولنا إمكانية تصنيع العديد من الإجهزة الكمومية الجديدة التي تتطلب ربط أنظمة كمومية جزئية